كاففان كاتر تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة منظمات الإرهابية تطور الوسائل وكل دول معرضة للخطر في العالم كله لاحظنا مثلا هذا التنفيذ بأسلحة بيضاء بمعنى أنه هذا اللي هي أدوات جديدة كانت تفجيرات ولكن لما حوصرت من طرف أجهزة الأمن بدأت تنفيذ بهذا النوع من العمليات الجديدة الخالية هذه الخالية التي نفذت العملية تتير الانتباه من الناحية الأمنية لما نحلل كل هذه العناصر أربعة أشخاص وسيكونون أكثر هذا متوقع بينهم شخص حاولت ذهب إلى سوريا وألقي عليه القبض وسجن من الأشخاص الذين نفذوا من يعود إلى تحريضات داعش سيجد أنها كانت تطلب من كل شخص لم يتمكن من الذهب إلى مناطق السرع أن ينفذ فوق أرضه وهذا ما وقع المسألة الثانية اختيار جنسيات بعينها وهي الجنسيات سكندينافية معروف أن الدول سكندينافية أنها تتابع كل قضايا الاعتداء التي يتعرض لها رعاياها وهناك حملة كتحدث في العالم أحيانا بسبب الاعتداء الذي يحدث لرعاياها مسألة أخرى اختيار مراكش من حيث الدلالة التاريخية الرمزية ومن حيث أيضا الدلالة السياحية وهذا الخط الاتجاه تبقال الذي هو في هذا الوقت من السنة في رأس السنة كيكون عليه واحد إقبال إذن توقيت طريقة التنفيذ ثم فيديو قبل التنفيذ يبايع داش وفيديو بعد التنفيذ يشير إلى أو ينقل العملية هذا كله يبين بأن هناك من يفكر عقل يفكر للأربعة الأربعة نفذوا ولكن المخطط سيكون أكبر بمعنى أن الخطر هو أكبر وقد تكون هذه الخلية أكبر طريقة تدخل الأجهزة الأمنية في وقت مناسب تدخلوا لأنه لا أحد كان يعرف ماذا سيحدث داخل الحافلة كان متوقع لأنهم ضبطوا بأسلحتهم كان من المتوقع أن تكون مجزرة أخرى تجاه أكادير في هذا التوقيت في رأس سنة كان هناك عملية متوقعة أن يتم تنفيذها الذهاب نحو الجنوب معنى أنهم يبحثون عن منفذ للخروج من المغرب الخروج من المغرب بمعنى أنهم يذهبون بعد أن بايعوا تنظيم داعش المركزي يذهبون نحو الخلايا الأخرى التنظيمات الإقليمية هناك إمارة الساحل والصحراء معنى هذا أن الخطر موجود وقريب مننا جدا ومن المتوقع أن تكون أخطار كبيرة بمعنى أن نتوقع هذا النوع من المخاطر مسألة أخرى يجب الانتباه إليها وهو الانتقالات من خلال هذه العملية التي تحدث في الظاهرة الإرهابية مخاطر الظاهرة الإرهابية الظاهرة كانت في المدن وفي أحزمة المدن وهوامش المدن الآن أصبحت الظاهرة في القرى ومن يتابع لاحظي بأنه التفكيك ديال الخلايا منذ مدة يبين بأن الظاهرة تنتقل الحصار الذي ضرب حوله في المدن يجعل منتقنا القرى وفي القرى هناك مجالات وسعى أولا الفضاء في القرى يساعد ثم مسألة طيار في القرى هي لازالت إلى حد ما صعب لأن الخطر هنا متوقع وهذا هو إذا شئت المسألة الأمنية التي يجب الانتباه إليها شكرا لست أطفال